قصص لا تنتهي تروى عن فتايا تنسوا لبنى الطفولة وأصبحنا أمهات بعمر صغير هي آفة تزويج القاصرات التي عادت إلى الواجهة في الفترة الأخيرة مع تجاوز أرقامها في لبنان نسبة 13% خصوصا عند اللبنانيات والسوريات نتيجة تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية أنا زوجت كان عمرة 13 سنة من 8 سنة بسبب هذا الوضع في لبنان ويجينا من سوريا وما كان الوضع سيء في سوريا كثير صار هنا في لبنان أسوأ الوضع أنه من 13 سنة تسألوها تزواجت والزواج قررت أنه ما بتعرف القرار مش بدأت تاخد قرار ما بتعرف أنا موافقين أهلي تزواجت وصار هيك وبعدين صار مشاكل هلق اليوم مع الوضع الاقتصادي يعني عبيزيد الحال الزواج المبكير كثير عبيزيد البنات بس ما بنصح البنات أبداً يتقتوا هاي قرار تحتلوا البنت وافقت وحتى لو الأهل بدون نجبروا بنته البنت لا توافقوا لأهل لأنه بدأت نزح حياتها صعب تعرض لبنان لسلسلة من الأزمات من انهيار اقتصادي ومالي ووباء كورونا وصول الانفجار مرفأ بيروت جميع هذه الأزمات أدت إلى ارتفاع في نسبة زواج الأطفال في لبنان مما تطلب من الجمعيات المعنية رفع الصوت مجدداً لوقف هذه الآفة بيزل الأزمة الاقتصادية اللي عم بتزيد باللبنان اللي بلشت من 2019 نشهدها أكيد صار في تزويج الطفلات عم تزويج الطفلات باللبنان عم بيزيد وهذا بيعود لأنه تزويج الطفلات هو شكل من أشكال الإتجار بالبشر الأهل بيشوفوا أنه فينا نخلص من همه منخفف عبق عنا اقتصادي تقريباً حوالي 57.3% من اللبنانيات عم بيتزوجوا بعمر الطفولة حوالي 30.7% من المتزوجات كمان بعمر كطفلات هنا من اللاجئات السوريات وكمان 12% من اللاجئات الفلسطينيات اللي اجوا من سوريا تقريباً هنا كان لنسبة 12% تتركز النسبة الأكبر للزيجات المبكرة بحسب التقارير في المخيمات العشوائية للاجئين السوريين وأماكن تجمعهم حيث تقترب نسبة القاصرات المتزوجات من 25% لم تترك الأزمة الاقتصادية في لبنان ملفاً إلا وأثرت عليه وقد يكون ملف الزواج المبكر من بين الملفات الأخطر التي من شأنها أن تنتج مجتمعاً كاملاً من الأمهات القاصرات اللواتية عشنا اضطرابات جسدية ونفسية في معظم الحالات لتلفزيون سوريا نورتوق لبنان